حوادث مرور مخالفات تجوزات وحتى تعطل السيارات في الطريق السريع أحيانا كلها يتم رصدها هنا في هذه الغرفة التابعة للترك الوطنية والتي تضمن نظام مراقبة من شأنه أن يرصد كل الجرائم والجنح خاصة المتعلقة بحوادث المرور جلب المعلومات أو جمع المعلومات وتزويد الوحدات بالمعلومات الكافية في الوقت الحقيقي من أجل التدخل في الحين لمنع مثلا ارتكاب هذه الجرائم والجنح أو حتى التعرف على مرتكبي هذه الجرائم خاصة فيما تعلق بحوادث المرور والمخالفات المتعلقة بقواعد حركة المرور عبر الطرق عينا حديث مرور طريق السريع الجنوي طريق الاجتنابي تدخل آني وسريع من قبل وحدات الدرك الوطنية المتواجدة في الميدان مباشرة بعد تلقي الاتصال من هذه الغرفة لتتوجه الفرقة لعين المكان وتقوم بعملها الفرقة من طرف قاعة العمليات لمركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عن طريق الاتصال بالدوريات لتكون متواجدة على مستوى مكان الاختصاص يعني لتكون متواجدة على مكان الاختصاص تكون متواجدة بالقرب من مكان اختصاصها لماذا؟ لأننا كل دورية عندها مكان اختصاص معين تعمل به وهذه الضوريات تكون يكون فيه تنسيق محكم بينها وبين مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني مركز تنسيق المرور المتكون بأحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة يعمل على مكافحة ظاهرة لا أمن المروري في الطرقات وكذا رصد مختلف المخالفات التي من شأنها أن تتسبب في حوادث مرور خطيرة اشتركوا في القناة